اشتركوا في القناة 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 فقط أنا أدري الأصوات هذه الفوناتيكس الذي هو علم الصوتيات هذا علم بروحة فنولوجي يستخدم في الانغوستيكس هو أرزق من الانغوستيكس لكن الفوناتيكس لأنه علم بحد داتا فنولوجي تحت نحن نشعر كماده هذه الانغوستيكس فنولوجي لكننا نبدأ بالفونولوجي فنفرق أول شيء فنفرق بينها وبين الفوناتيكس الفوناتيكس هي طبعا هي صديقة في سبيلات الهاتف في كل شيء لكن الفونولوجي فقط تحتاجها وتدرس بها لأنها معينة هذه الفوناتيكس وفيها فوناتيكس وكوستيك فوناتيكس خطية تدرس تدرس طريق ثابت تدرس كيف يجب قلع أصول أو الإطلاق فى مهمت sorry هناك الصوتيات كيفية العادة الصوت هناك الاكوستيك هناك الموجات الصوتية والانتونيشن هذا بالنسبة للفوناتيكس لكن الفوناتيكس تدرس فيها شيئا أخرى هناك مهمات جدا عندك سيلابل 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 سنبدأ فيه أخرى من جديد إن شاء الله سنقوم بالفوناتيكس الفوناتيكس وما تدرس كما قلت لك أكوستيك وارتكولاتري هذه الفوناتيكس أكوستيك ودوتري بس الفوناتيكس تدرس في حاجات من المنمال بيرس ما قلت لك وهو كومليمانتري هذين اللي تدرس فيه الفوناتيكس تدرس فيه هذين الفوناتيكس حسنا لذا يجب أن تعرف هذا فوناتيكس فوناتيكس ويجب أن تعرف فوناتيكس 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 في أعربية فوناتيكس فوناتيكس رموز الفونية المصدر الذي سنأخذ النجاح المصدر مثلا لدينا مثلا نجد أن أحمد المصدر سنعرف أن تكون مثلا كما تسمى ما هي سنشرح المصدر كيف يهتم إثناء ترجمة نانسي قنقر